أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول هل يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفار لأجل الدراسة؟ نعم مع إظهار دين يجوز الإقامة لأجل الدراسة التي لا يجدها إلا عندهم وهو بحاجة إليها أو المسلمون بحاجة إليها يجوز بقدر الدراسة مع إظهار دينه والتمسط به ولا يذهب لبيوت الله والمسارح والمراقص يبتعد ولا يذهب إلى محلات ادعاية للكهر لليكون على حذر منه يقتصر على دراسته ويقيم دينه يحافظ على الصلاة يحافظ على نفسه نعم يحذر من دعاياتهم نعم